السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة ركاية وحكاية الأعزاء أهلا وسهلا بكم معاكم أخوكم مراد محمود في البداية حابب أشكر حضراتكم جدا على كم الاشتراكات والتفاعلات اللي كانت على حلقة مبارح واللي تكلمنا فيها عن المدة الزمنية اللازمة لإنهاء كافة الأعمال الخاصة بإزالة محطات كطار أبو إير تمهيدا لبناء محطات تستوعب المترو وزي ما وعدنا حضراتكم أننا حنتكلم كل يوم في حلقة دي ده عن مترو أبو إير النهاردة حنقول خبر جديد عن المترو بس الأول شرفني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يصلك إشعار بالحلقات الجديدة لايك وقول لي في التعليقات حضرتك كنت اللايك رقم كام علشان نعرف بعض ويلا نبدأ النهاردة نظمت وزارة التعاون الدولي احتفالية لإطلاق الاستراتيجية الكترية الجديدة 2022-2027 بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية وبحضور السيد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل اللي أكد على أهمية شبكات النقل لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأكد كمان على إن مفهوم النقل النهاردة في مصر عبارة عن مفهوم للتنمية المستدامة للدولة ككل على اعتبار إن شبكات النقل دي بتخدم جميع قطاعات الدولة سواء على مستوى السياحة أو الصناعة أو التجارة كمان وجود شبكة نقل قوية في مصر حيحسن خدمات التجارة الخارجية من الصادرات والواردات وتجارة الترانزيت والخدمات اللي جستية فيها وكمان الوزارة بتدرس دلوقتي إنشاء مشاريع سكك حديدية لربط مصر بالدول المجاورة لها لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وكمان التنمية المستدامة أما عن أهمية الاستراتيجية دي إيه فتم اليوم توقيع اتفاقية بتمويل مشروع تطوير خط سكك حديد أبو إير وتحويله لمترو بقيمة 250 مليون يورو من قبل البنك الأوروبي لعادة الأعمار والتنمية طبعا من المعروف حسب الدراسة المبدئية إن مترو أبو إير حيتكلف 1.5 مليار يورو تعتبر اتفاقية اليوم خطوة أولى لإيجاد التمويل للمشروع الضخم وبانتظار بقية شركاء التنمية زي بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأسيوي لتنمية البنية الأساسية بالإضافة إلى مساهمة الخزانة المصرية العامة في المشروع بما يقابل مبلغ 200 مليون يورو إن شاء الله بكرا حيكون في حلقة جديدة عن مترو أبو إير ومعلومات كتيرة جدا أرجوكم انتظرونا بس ياريت تشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يصلك إشعار وقت ما الحلقة تنزل لايك وقول لي في التعليقات حضرتك كنت اللايك رقم كام علشان نعرف بعض وشكرا لكم